بص انا عايز اقولك ان هو كان عايز يكبرني وانا صغير ان انا بقى زمالكاوي بس فشل الحقيقة معايا يعني يا ابني زمالكاوي وابوك وماينفعش وتبقى ضدي والحاجات دي فانا سيبته سيبته يعني مقترع ان انا زمالكاوي الحد ماتش الستة واحد دي كانت مهزلة بقى يعني انا نزلت الجريت في الشارع بعلم الاهلي بقى وقلت له سيبني ابوس ايدك انا اهلاوي يعني سيبني حفظ كان يوم صعب كان يوم صعب جدا بس انا بسطة ان الاهلي كسب يعني لان انا بحب الاهلي بس انا مكبر ان انا شجع الزمالك فيما بعد بقى بعد الماتش ده خلس فقد السيطر عليك لدرجة ان هو نفسه فقد الامل في التشجيع مبقاش يعني مبقاش متعصب بعد الماتش ده بقى مشجع عادي اه بقى مشجع عادي بس لما بتيجي لحظة ماتش اهلي وزمالك في البيت بنوع ده انا وهو بقى ولو مش معايا كان يكلمني او يبعط لي على واتساب ها 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 تسمع دحكته دي بقى قد جاء لما الأهل يخسر مثلا من أم بي من سموحة من أي حاجة تسمع دحك السين كان بيحفل عليك أمور والله العظيم ما كانش بيسيبني وكان غوي تحفيل والله ما كان بيسيبني وكان ساعات يبقى تعبان يبعتني على الواتساب معلش يا حبيبا عارف أن أنت متدايق معلش أن الأهل خسر ومش شرط يكون مزى مالك ممكن يكون من أي فرقة تانية بس ما كانش بيسيبني بقى